بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم يا أحباب وارد إنك في حياتك تمر بضائقة وارد إن زوجتك تشعر بما تشعر به وتتحمل الوقت أو الضائقة التي تمر بها القصة إن رجل جاع وعنده ضائقة حصل معه حاجة غريبة إيه الحاجة الغريبة والعجيبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا عن زوجين جاعة قال صلى الله عليه وسلم أصاب رجلا حاجة حاجة يعني ضائقة فخرج إلى البرية إلى الصحر وارح يبحث عن عمل اشتغل لقم تعيش أكل حلال مش هيعب مش هيستسلم أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن به ونغتبز يا رب أي حاجة نعجنها ونخبزها فجاء الرجل شوف البركة بقى شوف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى شوف الثقة فيما عند الله عز وجل فجاء الرجل والجفنة ملأة جفنة زي طبق كده بس طبق إيه؟ طبق كبير فجاء الرجل والإيه؟ والجفنة ملأة رجع الراجل بيته لا الطبق ولا الإناء اللي فيه عجين ولا حاجة مليان وفي التنور جنوب الشواء التنور يعني فرن حاجة كده بتتشوي بقى طعوش بقى بطى ديكرومي أي حاجة بتتشوي في التنور جنوب الشواء والرحة تطحن فالأول وهلة منين ده؟ بيسأل ذلك من أين لك هذا؟ قالت من رزق الله من رزق الله يعني سبحان الله منين ما هو لازم يسأل ده جي منين؟ وهي لما جاوبته بثقة وبيقين ده من عند ربنا حد بقى ربنا جند لهم حد يبعث لهم حد يخبط على بابهم بتاعة ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتك ولله خزائن السماوات والأرض بيما يقول لك فلما قلت له من رزق الله والرحة بشغالها بتطحن فكان سما حول الرحة عايف لما تكون مثلا بتطحن حاجة وبتنفرهم حاجة فبتلاقي حاجتات ايه بتتناثر وحواليها كده فكان سما حول الرحة سيدنا النبي بقى يقول لك ايه لو تركها يعني لو هو ساب الرحة وما عادش يلم لحوالي الرحة لدارت او لطحنت الى يوم القيامة لدارت او طحنت الى يوم القيامة عجيبة فعلا انك خلي بالك انت تلقئ لربنا وتستعين بالله وتطلب الرزق من الله والبركة من الله ولا تستكثر الرزق ولا تستعجل الرزق ولا تطلب الرزق بالحرام هيجي لك رزقك هيجي لك رزقك حكت الله دخل لأحد فيهم الرزق والأجل قسمه الله سبحانه وتعالى لك هتقدو هتقدو وربنا بيرزع البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي بتقيله اشعر رزقك بس انت اسعى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه قصة هنا في ايه ان اصاب رجلا حاجة يعني وارد انك تمر بازمة في حياتك وارد اوي انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا لا الأولان ده دليل عطاء وكرم ولا الثاني ده دليل منع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركها لدارت او لطحنت الى يوم الكامل هو ما عدش شوف الحاجات اللي حوالين الراحة دي وهي دي بقى انك تحافظ على البركة انك تحافظ على البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك دي بركة اه دي بركة ده بيذكرني بموقف حديث سيدنا قبل بيروي بقول رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعمه يستطعمه عن طلب منه طعام فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسق شعير وسق ده حولي تلاتين صار يعني تقريبا ستين كيلو فجعل الرجل يأكل منه وزوجته وضيفهما يأكلون من من هذا الطعام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حتى أكله أكله يعني يعني أعد يوزنه عايز يعرف هو ده وزنه هو أنت خدت البركة من النبي عليه الصلاة ما تشغلش بلك بقى كيلو اثنين كيلو خلاص أصلا إنت لو أنت أعدت توزن خلاص ستذهب البركة ولذلك اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وخلي بلك أنت لما تحط الحاجة كده طبع زي ده مثلا وثلاثة أربعة كله من الطبع هتحس بالبركة أحسن منك السمت الطبع على الثلاثة أربعة اللي بيأكل ده المعنى النبي عليه الصلاة يقول لك حتى كال يا رجل كال كال الشعير النبي عليه الصلاة يدهوله ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل فقال له النبي لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم لو ما كنتش كيلته وزنته بالكيل كنت حتضروا تأكلوا منه والبركة مش هتدهي فاكرينا القصة الراجل بتاع الدجاجة والجوهرة يعني قصة كده يستأنس بها كان يقول لك كل يوم الدجاجة تولد له جوهر كل يوم الدجاجة تولد له جوهر فعاوز يعرف الدجاجة بتجيب الجواهر دي منين فدبح لإيه الدجاجة زهبت الدجاجة وزهبت الجواهر ما تسيبها ما تجيبك الجوهرة استمد بها وخلاص ناخد من القصة إنك التمس البركة هذا أمر الأمر الثاني إن الرجل لما صابته ضائقة لم يستسلم إنما ذهب يبحث عن عمل وابتغى الرزق فبتغى عند الله الرزق زوجته حسب ده فما قالت له بقى أصل أنت ما بتعملش لا دعت له اللهم رزقنا منع استجاب الله سبحانه وتعالى له رجع الرجل لقى رزق ولقى خير ولقى الطبق مليان عجين ولقى الفرن فيه حاجة بتتشوي ولقى الراحة بتطحن فيه خير يبقى أنت تلتمس البركة وتبحث عن لقمة العيش وتسعى على رزقك وعلى أكل الحلال زوجتك تبقى معين لك وإنك لا تطلب الرزق من الحرام ولا تتعجل الرزق من حرام أبدا لكن لما تبقى من عرق جبينك ومن شاءك ومن تعبك أفضل بكتير وربنا حيبرك لك النبي عليه الصلاة والسلام حديث رائع بيقول لأن يأخذ أحدكم أحبلة يشوف الحبل بتاعه أو حاجة كده فاس حاجة يعني هي من أدوات بتاعت والحاجات اللي هي بتاعت شغله لأن يأخذ أحدكم أحبلة فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمانها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه شوف أنت بس لو أنت اشتغلت أي حاجة بس أم حاجة ما تمدش إيدك لا تعيش عالة على الناس إنما تطلب الرزق الحلال وتسعى كما فعل الرجل ده خذ بالأسباب وسعى ورجع لأ الخير في بيته منين؟ قالت من رزق الله فينبغي علينا أن نسعى على لقمة العيش وأن نسعى على أرزاقنا وأن نطلب الرزق الحلال وأن نلتمس البركة بدعائنا وسؤالها من الله سبحانه وتعالى شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة وبركاته